ريحة رمضة على مذيك فهم رقابة مهنية ماذا؟ تكامل احنا منتجي افكار منتجي حوارات مهتمين بالشأن الاقتصادي مئة في المئة معناش اهتمامات اخرى وكون عنا تنسيق مع النقابات لبلورت افكار وضغط على الرأي العام وضغط على سينافة على نايفردونك المعضة على الرأس المواسسات ده يعمل في الاذية اتكلم عليها المرة الاخرى مع المدير التنفيذي ايضا للمعضة على الرأس المواسسات اللي هي موعيد الاربعة كل نهار الاربعة يعايد لي احزاب سياسية موجودة في البلاد تقريبا ما اشكاين مازالوا يشاركوا معكم موجودين بكثافة ولا كل الاحزاب يشاركوا ويترح المواضيع اللي لازمها تترح في حملة انتخابية ولازم الاحزاب السياسية تقدم فيها وجهة نظر متاحها الحلول متاحها وتترح فيما بعد في مضمون سياسي للتوانسة هذا تحدي بالنسبة لكم قاعد يتعاملوا فيه تحبوا تنجحون وتحاولوا النقاش العام في البلاد الى نقاش حول المواضيع الاساسية اللي هي المواضيع الاقتصادية التنموية الاجتماعية شنو الحلول لازم ناخذوها ولا شنو شوية الجرأة اللي لازم تكون عند الاحزاب السياسية باش تدخل باش تنجح في الحملة الانتخابية بمضمون فعلي يخدم البارح كان موضوعكم حول اتاق في نفس الوقت كان فما حوار للحكومة ورئيس الحكومة حول اتاق لو كانت على المقارنة بين الحوارين شوف انتي بديتني باللخر بديتني مش من المكان اللي حبيت نبدأ بيه باش نعود نرجع على كل مكان اللي حبيدين نبدأ بيه انا هل نسأل نحب وانت يجاوب كلمتحب شوف اهم انه نطرحوا المسائل الهامة اللي باش نحبوها تتطرح في الحملة الانتخابية احنا منطلقين من انكونستاء انكونستاء اللي الوضعية متاعنا احنا متسبين فيها الوضعية اللي عايشين هاليوم الصعوبات هي تراكمات متاع قلة جرأة متاع قلة كفاءة قلة قدرة على التغيير وقلة نجاعة ومانا منها استابلتي اقل من بوليتيك عدب استقرار سياسي واجتماعي بضبط وقلة قتلك شجاعة على الاقدام باسلاحات وبكل ما يلزموا يقوموا به نظرا لوجود خطوط الحمراء نظرا لوجود خطوط الحمراء ونظرا لقلة الشجاعة وقلة الكفاءة وقلة الرؤية عدم عدم الرؤية ونرى وقال لي اليوم المرحلة اللي جاية صعيبة ياسر اختيرة ياسر كافانة كلام فارغ بلا فعل منها شهر يدخل وشهر يخرج عام يدخل وعام يخرج الأمال قاعدة تفقد للشباب للمواطنين وحان الوقت باش نشوفوا معاها الأحزاب هذية اللي تحب تتحمل المسؤولية اللي ندراها واعية بالأرقام واعية بالتحديات واعية بالصعوبات اللي باش تجابها عندها حلول ولا لا جدية ودقيقة للشكالية هذية عندها الشجاعة باش تجابها وعندها القدرة على أنها تغير الواقع هذية وعندها القدرة كذلك أن تتصرف بك معناها رجال دولة في حملة انتخابية متاحة وجابهت المشاكل هذية ما تربحش انتخابية راو رجل دولة الشجاع اللي بشتعقول أنا راو مثلا أو نعطيك نجم انت تقول راو أنا بش نبيع مثلا البوستة لا لا مانيش بش نحكيه اللي نحكيه دجا تكوي نجم يخرج واحد يقولها هذي شوف جبت البوستة خدت البوستة مش معروضة للبيع نحكيلك من ناحية المبدأ المرحلة الجاية إذا كان مع الناس ناس عندهم دراية بالأرقام عندهم دراية بالتحديات وعندهم الشجاعة والكفاءة والجرأة يقعدوا في ديارهم ما يترشحوش الانتخابات وإذا كان ما هومش قادرين بش يجيبوا التوينسة ويقولوا لهم إذا كان ما نقوموش بالإجراءات الآتي ذكرها راهوا بش نقوموا بهم كوميم بعد 3 أو 4 سنين وقت اللي الأوضاع تكون متدهورة كبيرة لا ياسر والله أعلم ننشحوا وقته ولا ما ننشحوش إذا كان مع الناس ناس مش قادرين بش يقوموا بهذاية مش قادرين بش يجيبهو مش قادرين ويحبوا يتصرفوا كالعادة بالغمة وبيسست النعامة أحنا هذوما بكل صراحة ماذا بينا يتخلاوا على هالكورس أنت تسمع في خطاب اقتصادي اليوم باستثناء الخطاب الرسمي؟ أشوف أحنا الهدف فمتاعنا هدف فمتاعنا أنه جاوبني على سؤالي تسمع في خطاب في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية باستثناء الخطاب الرسمي نسمع على اتحاد العام توسي للشغل نسمع على لوتيكا نسمع وكومنتومة نسمع على حكومة أكهو باستثناء هذا حتى حد داخل نقول لك وين نحب نجروا المتدخنين السياسيين الكل نحب نقولوا لهم اللي ضيعنا برشا وقت نقولوا اللي اليوم حكينا 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 في حلول وفي ومعملنا حتى شيء اليوم ما عادش عنا الوقت ثم بلاد في اختر راغب اختر معناها قريب ياسر هي إفليس إفليس الدولة بسير ياسر أنك ما عاش تقدر بش تقترض ما عاش تقدر بش تخلص القرزمتاعك ما عاش تقدر بش تخلص الشهاري ما عاش تقدر بش تدعم المؤسسات كما اللي تخلص في التقاعد اليوم مربوطة في القليل إذا كان نقعده نضيعه في الوقت كما ضيعناه في مدة السنين الفارتة في خيبت المساعة اليوم مشكلة واضحة ضيعنا برشة وقت مستحيل بش نقعد ونزيد ونحكيه وخاتل الأحزاب الكل اللي هذا هنسمعناهم في المائدات المستديرة لكلهم فطنوا بالأرقام العديد منهم العديد والعديد مهمش فطين بالأرقام فطنيهم بالأرقام هذي الهدف الأوليني فطنيهم اللي بش يعدوا المنتخبين بإنجازات جبارة وما عندهمش الإمكانيات متاع الوعود متاحهم اللي هذا يزموا يرجعوا للواقع ثم بش يجيبهوا الصعوبات متاع المديونية مثلاً يلزمها أنهم يعودوا يرجعوا ويهتموا بالمصاريف متاع الدولة وبتنويع المداخيل متاحها ولي هذا مينجمش يهرب من الملوقع هذي وحتى كان يهرب أحنا بش نرجعوهم نقول له عايشك عايشك كيفش بش تعمل هذيكة كيفش بش تعمل هذيكة مجبورين اليوم تعرف أنت الانتخابات تتربح حترموة Assim نافعل نايف عضو المكتب تافذي لماعد العربي لو الأساس الانتخابات الجايين تتربح بربع كلمات الانتخابات الجايين تتربح حقيقة وحتى التوقع تتربح حقيقة حتى التوقع تتربح حقيقة يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه كان الشعب هذا يحب ما يمشي للهاوية يكمل يقعد يمن بالوعود اللواهية ويمن بما تسدائده أحزاب غير كفأة على أنها تقود المرحلة الجاية اللي هي مصيرية للبلاد أنا بالنسبة لينا اليوم جبت لي مقبليكا ثم خطاب ولا مش خطاب ما ثماش خطاب ونحن نحب نجرهم الخطاب مسؤول ونحب العديد من القرارات اللي يزمها باش تتخذ في العام الجاي يلزمها تتقرر اليوم وإذا كان ثم حوار مش وقت اللي نربحوا الانتخابات ونقعدوا أشهرة باش نحننا أنا عملوا حكومة الله أعلم كيفاش باش تكون وقته باش نحلوا النقاش ونزيد ونضيعوا السنين أخرين إذا كان ثم عندها دور الحكومة الحارية مثلا أنا نرى اللي ما نحكيه على المئة يوم الولانين متاع حكومة الجاية المئة يوم الولانين متاع الحكومة الجاية مربوطة باليوم مئة يوم الأخيرين متاع حكومة هذي كان ثم روح مسئولية ونتصورها موجودة أنها اللي فات فات الإصلاحات اللي يزم نقوم بها اليوم نجمق بها اليوم نقوم بها اليوم ما نستنياش الانتخابات وما نستنياش حكومة الجاية والحوار اللي يزم يتحل باش نلقاو يعيش خوية أنا بالنسبة لي نخسر الانتخابات ونحط الترينو على السكة ونحط النقاشات اللي يزمها تتطرح على السكة ونخسر الانتخابات لكن نمكن البلاد مش تمنع هذي مسئولية تاريخية أنا نراها أو بكل صراحة نراها الانسان اللي مش باش يطرح المسألة يزموا يتحاكم يلزموا الشعب يحاكموا إذا كان أخفقنا وإذا كان أفلس الدولة أفلس الدولة أنا بالنسبة لينا الأحزاب اللي ما هيش باش تلقى عندها الجرأة والشجاعة والمصدقية وروح المسئولية باش تطرح المسائل هذية اللي هي شنية المسائل هذية سينيف عالنايفر مسائل نحكيه على إصلاحات نحكيه على إصلاحات كبرى ونحكيه على مستقبل البلاد مربوط بأننا نخموا في أمور استراتيجية كما الطاقة كما المياه نحكيه على تغير المتلسيون دي مرشيط الترافاي وشنوة كيفاش أحنا باش نجيبه ونحكيه على منويل تنمية جديد مبني على المعرفة واحنا المعرفة متاعنا قاعدة تدهور مبني على معناها نحكيه على قدرة نحكيه على قدرة نحكيه على قدرة تنفسية للبلاد مربوطة بان بيرفورمانس لوجيستيك وإذن لكلها مربوطة وتحسين الخدمات والجودة جودة الخدمات العمومية اللي هي الكونفور وهي جيذي بيا متاع البلاد نحكيه على هذر كل يزمو إمكانيات بأنها هي إمكانيات نزي نبدأ عنا لديو تابلروند اللي نعملنا مع البوژي وعا الفينانس ما اليوم مثلا تحكيلي على إشكالية إشكالية البوژي متاع 2019 فيه حسب تقريب 41 مليار دو 41 مليار دينار منهم 60% مصاريف تصرف نفقة تصرف في الستين في المئة هذو 40% شهري 16.5 مليار دينار مبرمجين في 2019 من التعادي والسبعتاش ما فيهم الزيادات اللي تفعلت والذيكالاج لعمر التقاع 17 مليار 40% 25% من البوژي خدمة الدين قرابة العشر مليار دينار 9.4 مليار دينار لكن مزيدش و15% يقعد الاستثمار هي في قرابة 6 مليار 6 مليار دوهيت 6 مليار دينار احنا باش نقدروا نقوموا بهالوحدة ذي ثم بالنسبة للموارد عنا 25% من الميزانية أكثر من 10 مليار دينار هي قروض جديدة منهم 75% منها أجنبية و25% من السوق المحلي التوى ما زلنا ما غلقناش اللي بزوان بتاعنا في القرضة ذي ما احنا عنا كل عام يتزيد في السنين الأخيرانية بين 98 مليار دوهيت في التدين بتاعنا احنا كل عام عنا يتزيد اللي بيجي متاعنا زوز 3 مليار دوهيت أغلبيتهم تلاثة رباة متاحهم مجايدين في الشهاري وفي المصاريف ما هوش يتزيد لفلنا مش في الاستثمار لهو بيجي تعطي رؤية جديدة للمناطق لا تعطي رؤية وأمل جديد للي شمير هذوم الكل منسيين احنا قاعدين نزيدوا في الشهاري ونزيدوا في المصاريف هذية يا حزب يا الأحزاب اللي ناوين بيشتشدوا البلاد قولوا لنا كيفاش بيجيبوها يا لندرا عموين ماخر وعلى عموين أخرين وقت اللي يتسدوا البابان بتاع التدين والبنوك الكل العالمية يقول لك ما عاش بي نعطيوك خطر نعطيوك في عطيوك عشرة بيش تسدد عشرة وتزيد في الشهاري كل عام يا لندرا هذوم اللي بيش يحبوا يحكموا البلاد يوريونا كيفاش يعملوا يعطيونا حلول ناجعة يعطيونا حلول دقيقة ويزيونا من الكلام الفضفاظ ضريبة قاعدة ضريبة مش بيش تمكنك بيش تغطي كل عام مليارات زيادة في المصاريف ومش بها اللي بيش تنحييلك التدين دونك يعيشكم عطيونا حلول حلول مش بتنحكيو فيها في واحدة أخرى إن شاء الله يكون عندهم هدفهم تاني يكون عندهم كيف نحكيو وحتى اللي عنده يخير خطاب آخر تهو ثلاث سنافة أراغ أحنا سنكون له أنا شخصيا سوين الأعظم بتاع الناخبين نتو في تونس ما نجمش يسمع الكلام اللي تقول فيه ريتر كون تقول فيه دي تاول كل هو مش فهمه مش يفهم فيك دوك بتنجمش تقنعو اللي مايفهمش مايقررش في بلاسة بلاد هذي المنطق واللي مايفهمش مايلومش غدوة كيف تقمت البنسيان دورتريت متاعه شهريتو في آخر الشهر ما جيش وكي مايلقاش الدوية في الصيدليات ومايلقاش ضو وقت اللي في وقت الظروة ماعناش ضو برسكو ما عماناش ليسونترال ترمي معناها إلكتريك اللي يزوموا مايت عاملو ومايلومش حتى شيء على اللي بشيق عنا آما نفيقوا ناس الكل وما فيهم بنقوسين اللخبة خطرين بالنسبة لنا كلمة نخبة ماعاش نمن بها نخبة هي في الأفعال وفي الفعل مش بالكلم وبالخروج في الميديا والعود الواهية إذا كان ما ثماش عباد يلتير ذير لوه هالبلادي يرفعوا المستوى نقاش ويقول راني مانيش قادر بش نعمل هذيك كان من ضحيوا مع بعضنا والتضحية ذي يقولوا والتضحية موجعة بالله أما أقوى تضحية موجعة اليوم صغيرة بش تمكننا بش دون ديزان نعطيوا للنس اللي قاعدين يعنيوا في الكوتيزاتيون ولا تعرف عندك فكرة نحن حلوا مشكلة للبنسيون في بالك اللي سينير بيس والسيني بش نعطي أقام معناها أراندي بش نسهلوا الواحد 2018 كل واحدة منهم معناها العجز متاحهم ألف ملياردو 2018 2019 السينير بيس اي الاثنين عجز اي على قلش منعه العجز متاع السنة هذيك العام ذيك عجز متاع السنة هذيك ألف ملياردو كل واحدة السينير بيس في 2019 كان منقوم بحتى إصلاحات كان منقومنا بحتى إصلاحات العجز بش يكون ألف ومئتي ملياردو وبش يكون 2020 ألف وخمسمائة وبش يكون في 2030 سبع آلاف ملياردو سبع آلاف مليون دينا هذا العجز متاع السينير بيس قمنا أوصر أصلاح ما صارش أصلاح صاروا أعطينا مسكنات هو شوه المنظومة 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 مرتبطة بأربعة كاتر فكتور أربعة عرص كما نقولوا سن انتعتقعت نسبة المساهمات الأجر المرجعي سلير دوري فيرانس ومردود السنوات والبلافان تقول مردود السنوات أربعة في المية في السنة في العشرة سنة الولانين وبعد ثين في المية في العشرين سنة لبعد كي تبدأ عندك ثاني سنة دوري فيرانس تصعب يعني ما تصعب يعني ما تصعب يعني ما تصعب هذو ما يقول جينا احنا خذينا دو فكتور على الأربعة خذينا لاجد الارتريت زدنا عويمين عام وعام عام 2019 و 21 و 21 وزدنا في المساهمات المساهمات في السينير بي اس باقي نحكي لك ثلاثة في المية ثلاثة في المية ثلاثة في المية على ميزانية الدولة واحد في المية على المؤجر ونعرف اللي غضوة يبشي يقول لك الشركة الاجتماعية يقول لك فقدنا بقدرة الشرائية باحد في المية نزيدوا واحد في المية وبعد مية في المية من المجهود هذية على كهل الميزانية دونك بش نزيدوا كنا نخسروا في السينير بي اس ونغطيوا بمبيجي مليتا واللي نتوى ما تخسرش أما سيلي بيجي مليتا ديريكتو مو كيلو سيبورت ما تنساش الاساس اللي تعملت ذادة كيف كيف هذه الساساس شكون يدفعها نسكو يدفعها المؤسسات وتفعهم البريفي والببليك عليش انتي ندفع أنا كاجير القطاع الخاص واحد في المية عالمداخي المتاعي والمؤسسات عالمرباح متاعي هوا هاتف المية بايش مبعد الواحد في المية هذهكة ما ترجعش للسيستيم دولاسين اساس تمشي للسيستيم دولاسين البيس هاي السيستيم كلهي لا لا هي ميشيل تغطي الاجتماعي انت شوف العوامل الفارتة ثلاث سنين الفارتة تدخل السينيسيس ما خليت حتى ملي لا ما السينيسيس لا ما نغيره منظومة الاجتماعية واحدة راه ايهي دكور دكش معنا في توس مش كمعمولة ادو موتور انت دا قدرتني اجبتك 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 على السينيسيس انا مش عميش نجبدها انا مش عميش نجبدلك ما عاش عندي وقت انت الاسبرانس تاخذ لك خمسة وثلاثين دقيقة بيان سور تاخذ خمسة وثلاثين دقيقة والاقتصاد التوسع بيان سور الاسبرانس تاخذك خوية على رأسنا عينينا نحب نتمنى وهالنجيح ان شاء الله لا فانا لا ونستاديستر لا خيين مش مش لا استنى بليش نقول لك بش نقول لك حاجة على الكسدر وثريت السينير بييس عملنا هال المزور هذوما المزور هذوما تعرفش الشي يمكنونا يمكنونا في بقنا في الفين وثلاثين في عوض بش تكون عنا عجز بسبعة آلاف مليون دينار بش تكون عنا عجز بثلاث آلاف مليون دينار خممنا ثلاث آلاف مليون دينار كيفاش نغطيهم في الفين وثلاثين بيه خممنا كيفاش نغطيهم في الفين وخمسة الفين وخمسة وعشرين لا يبا من باب المسئولية انك تستسائل بش نحطوا هالمسكلة مسألة الاصلاح السنديق الاجتماعية كإصلاح فعلاً مش كبالياتيف تعطيهم بيش مبعد تعاوت تتكلمنا في وجوهنا بأخطر من ذلك وأرزن ودي كونسيكونس غراف عالبيجي وعلى البلاد ككل إسكو عندك شجاعة بيش تحطها تفتح الملف ملول جديد فما ما أخطر يا سيناف عراف اللي هو شنا فما عندك سبعة آلاف مؤسسة تصرف عليها بميزارية الدولة وهي باركة اليوم هذيك قلنا عاد ما حبيت تلقى فاحة حتى حل إسكو عندك قبل ما نخطي سيناسيتي هو دور اجتماعي للدولة ذيك اللي خدم عاتيني ساكين معاك طولنا نحكي عليهم الكل اي اي بانسير 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 نأتيك مثال أسلاح أسلاح جزء يخير من لشيء ذيك اللي شكوت لك إبدايه من توا أبداي سيدي تونيسير اللي هو ناقلة وطنية وفيها مشاكل حلها مشاكل ما تعمليش مشاكل مش همش مبغوش أسلاح راه اللي قام عندك ترانستو يحللها مشكلتها عندك يزين من الكلام يتفردوا الالجان منهم الفلوس يلزمها أول حاجة ذكية وكفاءة قبل بارشة من الفلوس خاتل الفلوس يتلقا وكي تبدأ عندك برنامج واضح وعندك رؤية واضحة وواضحة ودقيقة مش بالكلام بالهواء باش نعمل و باش نعمل و باقي ما عملنا حد شي ايجا بتدوسي بتدوسي اللي ننتظروهم الأحزاب أنا دوسي دوسي ندخلوا في الديتاي وريني أنك تخلق في الديتاي وريني لعندك حلول باش ديباريها كومان انتيريبتور تنزل على الفلوسة سنقضي على الفقر يزين من لا ولا بالحق هذو شعارات من 2011 سنقضي على الفقر مو نحكيه على تغيير من وين التلنيا ليه سمحني تجري ما تغير نحتيك حاجة أخرى بالنسبة لي أنا كان جيت متر الشحر مثلا تحكيوا على منويل التنمية ونقولوا تنمية التلنيا باش نغيروه خطر من لاخر اهتراء باش بنتغيرو باش تغيرو في المنويل التنمية ماشي للمعرفة وماشي لقيمة مضافة أكبر التكنولوجيا وليس سمحني تحنا قد ديناه المنويل التنمية موجود تحنا بكل صراحة اليوم شنا عملو نصروا المثلاثة متع الصباح نقوموا بالغدوة نتثوبوا ولا ما نمشوش للخدمة المعامل 30% دابسانتيزم اليوم نسبت الغيابة 30% 30% اليوم 30% يعرفوها المواطنين هذو ما والقادرين باش يجيبهوا هذية ثم سياسي قادر باش يجيبه هذية نقارنوا واحنا بتركيا تركيا في رمضان ناس تتعشرة تمشي تركة داروا واحهم بخاطر باش تمشي قد تخدب عنا جرأة باش نجيبه المسائل كمان هذية عنا جرأة باش نجيبه قداش عنا اليوم في السنة في السنة 2019 قداش عنا من سيانس يونيك وقداش عنا من من ما نحبوا فما بلد تشبهلنا برشة رأو في الكمبورتمان في التصرف المتاح وفي العقلي المتاح وفي الست شكوني شكوني قالك فلست ليونان ماذا بينا تكون فلسطين كما تركيا ليونان ليونان بلد تشبهلنا برشة لا 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 ما تشبهلناش في حد شي شبهلنا في التكاركير فتكركير بيسوري أما فيقوا على الروح لا فيقوها مع الروح الفتورة دفعوها أغلب برشة غالية برش بيسور نحن نحب دفعوها مع النشطة لن يتعاوننا تحب نشط على الطاقة لا مع الشيطة هل يتكفى جينا مش حكيوا على الطاقة لا حديثة كيف جاءته المضالة الطاقة كيف كيف نفس السؤال عن قدرة مجابة أقصارة قيوار وطني بين جوان 2013 و2014 كتاب أبيض قرارات وين هم القرارات وين هم القرارات تفعلوا الإدارة هي هي قارنة قامت بيش إذا كان ما وقعتش التقرير التنفيذ الويش ما تتنفيذش اليوم أما عندنا جرأة وعندنا كافاءة وعندنا تريس دو كونسيونس اللي ما عادش عندنا وقت ولا عيشكم أكتب أكتب سبعين كتاب أبيض أما قل لي عندك إنتاج ويقف كيش مش تراجعوا اكتب كتب بيضة وزرقة وغريز ومستخضرة ومستحمرة سينافة على الصباح تعرف لينكون اشقال لك أعطيني على حكيلي على انتاجك ما تحكيليش على مجهوداتك واللي هذا الانتاج الفصفات مثلا الموضوع ملي بيش نترحوه بيش نشوف ورؤية الناس شكرا سينافة عنايف البركة لو فيك هذا مكسب تنفيذ المهد العربي ورؤية الناس اشتركوا في القناة